فصل نشاط الاستيراد عن نشاط التصدير في السجل التجاري هو مشروع مرسوم تنفيذية تعمل على إعداده وزارة تجارة حسب تصريح المسؤول الأول عن الوزارة الأحد كين مرسوم تنفيذية راح يراجع خاص بالمنظومة عن نشاطات الاقتصادية اللي فيها اليوم ست نشاطات كبرى بحيث راح نفصلوا الاستيراد على التصدير اللي هو موجود اليوم في مجال واحد وعن أسباب اتخاذ هذا الإجراء يوضح الوزيرة راح نفصلوا الاستيراد وندروا التصدير كفرع نشاط جديد حتى نتمكن من رسم إجراءات جديدة للدعم إذا كنا نحب ندعم المستوردين بإجراءات جديدة هامة قوية ما يدخلوش معهم المستوردين في نفس الكوداكتيفتي وهذا طبعا إجراء تنظيمي فقط راح يسمح باش إن شاء الله الإدارة العمومية سجل التجاري وقطاع التجارة عندما تقدم تحفيزات معينة لمهنيين معينين تتحكم في هذا المجال وتتأكد بأن هذه التحفيزات راحت للمهنيين المقصودين والمعنيين فاتورة الوريدات الجزائرية في ارتفاع المستمر حيث قربت السنة الماضية 60 مليار دولار ومواصلة الجمع بين النشاطي الاستيراد والتصدير في سجل تجاري واحد يفتح المجال لتحويل الدعم المخصص لصدرات إلى الوريدات ترجمة نانسي قنقر